اشتركوا في القناة في حراس المرمى اختار 3 حراس مرمى اختار أحمد الشناوي حارس الزمالك شريف إكرامي حارس الأهلي محمد الشناوي حارس بيترو جيت خط الدفاع علي جبر حزم إمام عمر جابر محمد نجيب سعد الدين سمير صبر رحيل رجب نبيل لعب ودي دجلة صبر رحيل كان بيرجع لمنتقى مصر بعد يعني عودة الصقة تاني لصبر رحيل من خلال الكابتل فتح مبروك بنشوف صبر رحيل لعب النادي الأهلي بيعود تاني لمنتقى مصر رجب نبيل لعب ودي دجلة مساك كويس جدا وهو لعب كمان في المنتقى بالأولمبي وفيه كريم حافظ كريم حافظ ده ظاهير أيصر نادي ليرس البلجيكي كان ناشئ في النادي الأهلي قبل كده وبعدين راح نادي ليرس البلجيكي ومتقلق هناك فيه الدوري البلجيكي مع نادي ليرس بينضم تاني أو بينضم الأول مرة لمنتقى مصر في خط الوسط في حسام غالي في تريزيجي في أحمد توفيق في مصطفى فتح في إبراهيم صلاح كلهم من الأهلي ومن الزمالك أيمن حفني صلاح عشور نادي أمبي أول مرة بقى يعني صلاح عشور بينضم لمنتقى مصر كنت لسه بكلمه في التليفون كده من أسبوع وبقول له صلاح نفسى شوفه في منتقى مصر ويعني برضو بشيت بالكابتن أسامة نبيه بصراحة والجهاز الفاني لمنتقى مصر كابتن أحمد نيجي وكل الجهاز إن هم بروح يتفرجوا على المتشاط يعني بدأوا ياخدوا لعبة من الامبي إن النادي امبي ماشي كويس جدا ومن أفضل لعبة في الدوري وكنت دايما بقول الكلمتين دول الشهور اللي فاتت أو الأسابيع اللي فاتت يا جماعة نفسي أشوف قعود نفسي أشوف صلاح عشور فعلا الجهاز الفاني لمنتقى مصر بيدوم صلاح عشور محمد سالم لاعب نادي المقاولين العرب ومحمد برضو مقادي الفترة اللي فاتت بشكل كويس يعني بيستفيد بي كابتن حسن شحة دايما في تغييره في الشروط التاني وعايز محمد سالم بقى باتمنى منه وياريت يكون سامعني دلوقتي إنه يقادي تسعين ديئة بنفس المستوى إنه لما بيبقى بديل أو بيبقى احتياط وبينزل في الشروط التاني بيعمل فرق كبير جدا لنادي المقاولين عايزين محمد سالم بقى يكون يعني مستوى خلال التسعين ديئة مستوى مرتفع يفرق كتير جدا مع محمد سالم الفترة القدم محمد سالم كمان مهاجم يعني بيلعب مهاجم مش خط وسط مهاجم سائط شوية ناحية اللي مين محمد سالم طبعا لعب نادي المقاولين في خط الهجوم تم اختيار باسم مرسي وكهرباء ودودو الجباس تاني بيعود لمنتخب مصر بعد فترة غياب كبيرة كان دودو الجباس موجود في منتخب مصر في 2009 وكان شارك مع منتخب مصر في تصفيات كاس عالم في مباراة رواندا هناك في رواندا فبيرجعوا تاني مستر كوبر دودو الجباس لقيادة هجوم منتخب مصر طبعا مع باسم مرسي المهاجم الاول دلوقتي في مصر مع كهرباء كمان متقلق مع نادي امبي دول اللعيبة اللي تم اختيارهم من الاهلي والزمالك وامبي والمقاولين وبيتروجيت ووديديجل يعني اللعيبة دي كلها بين اكتر من نادي وفيهم كمان كريم حافظ لاعب ليرس البلجيكي اللي دي ليرس البلجيكي خلص مطشاطه في الدور البلجيكي فممكن ينضم للمنتخب كمان في نفس التوقيت كابتن حسين البدري هيبدأ معسكره يوم الاتنين القادم إن شاء الله في اسكندرية باختيار 28 نعيب بكرة حيتم اعلان الأسماء إن شاء الله بالنسبة لكابتن حسين البدري وفي المعسكر اللي هو هيبدأ بعد بكرة برضو متزامن مع معسكر منتخب مصر الأول كابتن حسين البدري جايب بعض الوجوه الجديدة من مختلف الأندية سواء أندية قسم أول أو أندية قسم تاني عشان يجربها من خلال المعسكر الحالي طبعا اللي هيكون في اسكندرية المدة 3 أيام من 18 مايو إلى 21 نفس توقيت معسكر منتخب مصر الأول نتمنى التوفيق إن شاء الله لكابتن حسين البدري ونتمنى التوفيق لجهاز الفاني للمنتخب مصر بخيادة مستر كوبر إن شاء الله ويكون المعسكرين يعني إيجابيين ومفودين للمنتخبين سواء المنتخب الأول أو المنتخب الأولمبي وبكرة إن شاء الله نقول لكم على أسماء المنتخب الأولمبي اللي هيختارهم الكابتن حسين البدري أو حالينهم بكرة إن شاء الله تعالوا نروح بقى للأهل والزمالك ونشوف الأهل والزمالك يعني فرصهم إيه في مطشات أفريقيا لعو المطشين اللي هيتلعبوا بكرة مباراة الزمالك الساعة 3 ونص في الكونغو مع فريق سانجا بولوندي والنادي الأهل إن شاء الله الساعة 7 مع الأفريقي التونسي في استاد السويس الجديد في مدينة السويس إن شاء الله يعني أنا متوقع كده لتشكلة النادي الأهل النادي الأهل عنده غيابات مؤسرة عنده مؤمن زكريا عنده مزق في العضلة الضمة باسم علي موقوف عنده انذارين في بطولة أفريقيا مش هيشارك حسين السيد مصاب حسين عشور مع النادي الأهل لكن عنده تقل كده في العضلة الخلفية ممكن يلعب وممكن ما يلعبش بكرة دين غياب محمد ناجي جده مش مقايد أفريقيا في يعني فيه لعيبة كتير بكرة غيابة عن نادي الأهل أنا معايا قايمة النادي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر